شارك وزير الخارجية سامح شوكري في الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي ومصر والعراق والأردن واليمن على هامش عمل الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة واستعرض شوكري خلال الاجتماع الموقف المصري إذا أعدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإخليمية وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا فضلا عن الملف اليمني وتدعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنمية بين الدول المشاركة في الاجتماع والبناء على نتائق قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في يوليو الماضي